البنية التحتية للطاقة الأوروبية في قلب الصراع الروسي الأوكراني حيث طالت أعمال تخريب ووصفت بالمتعمدة خطي الأنابيب الروسيين نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في بحر البلتيق وأدى الحادث إلى ثلاث تسريبات شبه متزامنة للغاز من الخطين الروسيين الذين يشكلان جزءا من شبكة البنية التحتية للطاقة في أوروبا وعلى وقع الترقب بشأن أسباب الحادث فتحت كل من الناروج والسويد والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو تحقيقات في ظل توجيه مصادر غربية أصابع الاتهام لموسكو وحذر الاتحاد الأوروبي من أن أي عبث بمشاءة الطاقة الأوروبية سيقابل برد قوي وموحد وتعهد بتكثيف الحماية للبنية التحتية للطاقة أما واشنطن فإنها ما زالت بصدد تقييم طبيعة الحادث وتعهدت بتأمين إمدادات الطاقة لحلفائها نحن ننظر في تقارير تفيد بأن حالات التسرب نجمت عن هجوم أو تخريب لكن هذه التقارير لا تزال أولية ولا يوجد تأكيد على ذلك حتى الآن لكن إذا تأكد ذلك فهو لا يخدم مصلحة أحد تطرح سيناريوهات عدة للحادث من بينها أن مسيارة مجهولة ربما كانت وراءه فيما ترجح فرضيات أخرى أن سفينة تجارية ربما رمت ألغاما في البحر وتم تفجيرها عن بعد وفي انتظار نتائج التحقيق تتحدث الدانمارك عن مخاطر أمنية تواجهها منطقة بحر البلتيق وتؤكد أن العمل على إصلاح الضرر في الخطين سيستغرق أسبوعا على الأقل ويعتبر الخطان جزءا من البنية التحتية الاستراتيجية التي تربط روسيا بأوروبا وعلى الرجم من أنهما لا يعملان حاليا فإنهما يحتويان على الغاز وبرأي مراقبين فإن الخطر يتهدد البنية التحتية للطاقة تحت سطح البحر إذ تعد خطوط الأنبيب التي تربط حقول غاز بحر الشمال ثم النرويج ببقية القارة وبريطانيا من بين المشآت الاستراتيجية لأوروبا في الوقت الحالي